يعني أنا رأيي بأن كثير من رموز ساحات التظاهر والمتظاهرين والناشطين المتميزين سيتوزعون تحت معاطف كثير من الأحزاب بسبب ذلك لأنه نعم توجد لدى البعض منهم رغبة بالتصدي للعمل السياسي لكنه لن يستطيع أن يتصدى بمفرده ولن يستطيع أن يشكل حزب لحسابه الخاص وبالتالي سيذهب إلى القوى المدنية أو الأحزاب المدنية القريبة إلى توجهاته وهذا ما حدث بالانتخابات السابقة إذا لاحظت في الانتخابات السابقة عندما تشكلت مجموعة أحزاب وقوائم تدعي المدنية كثير من الناشطين والمتظاهرين كانوا في قوائم من هذه الأحزاب يعني في تمدون وفي يعني الإرادة وفي كثير من التشكيلات التي كان يعتقد بعض المتظاهرين أو الناشطين أنها ممكن أن تكون قريبة وممكن أن تكون برامجها الانتخابية حقيقية لكن للأسف تم اكتشاف ذلك متأخر بأن هذه الأحزاب هي نسخة من أحزاب السلطة التي تبحث عن المغانم والتي تتقاسم المكاسب وتبحث عن المناصب أعتقد أن إذا ما ذهب وهذا ما يشاع يعني غير مؤكد السيد الكاظمي لتشكيل تكتل سياسي ربما سيمضوي تحت هذا التكتل كثير من الناشطين والمتظاهرين لأن السيد الكاظمي هو الأقرب إلى ساحات التظاهر ولديه علاقات كبيرة من خلال مستشاريه وبعض الناشطين المدنيين الذين حوله وبالتالي ممكن أن يرى المتظاهرون أن سيد الكاظمي ممكن أن يشكل لهم بصيص أمل ترجمة نانسي قنقر